وزيع غاز البوطان المعبئ في قرورات الغاز فأصبح من الصعب على هؤلاء توفير هذه المادة الضرورية خاصة في فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والطرابات الأحوال الجوية يعاني سكان ولاية غليزان من نذرة حادة في قرورات غاز البوطان تزامنا مع تساقط الأمطار وانخفاض في درجة الحرارة الأمر الذي أرهق كاهل المحرومين من غاز المدينة لازم يفروننا شوية الغاز يقاونا الغاز باكي تروح تسيب سيدر الله يتقرف دها وتجري وتحوس وتقول مكاش مساءنا نظروا للغاز ما صنعش خصنا الغاز جيبونا الغاز الغاز ما شو صنع قاع المشكلة على النفطال النفطال هي لا يدير كلش الخوامن يدلقوا عنها دير لشان والقرع مكاش ما شو صنع قاع الغاز ما شو صنع نهائيا الغاز كل عامية كما هكذا لها هذه الشرطة على البرد ينقص علينا لا ينقص ينقص بنا وفي ذل هذه الأوضاع أقدم العشرات من أصحاب شاحنات الناقلة لقارورات غاز البطان بالاحتجاج أمام وقر مركز التحبيئة بغريزان مصباح هنا قاعدين شخاطات اشترحون اشترى ثلاثة ولا الربعة ورام يدخلوا واحد بواحد شخاطات يقعد للداخل ساعة ولا ساعتين وحنا حابسين هنا يتعال نفطال هدو رام حقرين الزوجة الثالثة رام ديرين كمي وكمي ورام غابنين نحن هنا ما نشعر فنا ندير إهتيجاج لازم يديرون نحل مسؤول مركز التعبئة رفض الإدلال بأي توضيح يحدث هذا في وقت ازداد فيه الطلب على قرارات غاز البطان ليبقى مصير المواطنين مرهون بتدخل الجهات المسؤولة بمؤسسة نافطال لتسوية الأوضاع بمركز التعبئة بغلزان